السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتبارك اللا علاكم والاخوان تähياتي لكم جميعا وحياكم الله اينما كنتم واشكركم جزيلا شكر على تشجيع ديالكم الدعم ديالكم المتواصل بارك الله في الجميع بنسبة للتسأولد ديالكم والاخوان ان شاء الله بحول الله غد نجاوب عليها ان شاء الله على حسب الخروف اللي هو كيهبط من اسبانيا المغريب في النسبة للاخوان يكتبوا ليه في التعليق واش الخروف ديال اسبانيا؟ الحم دياله مزيان واش الماضاق دياله بحالو بحال ديال البلاد ووش الاكل دياله بحالو بحال ديال البلاد كين الاكل مختلف على ديال البلاد والماضاق حتى هو مختلف على ديال البلاد بزاف لان كل المنطقة كتنتج واحد السلالة اللي هي معينة على حسب المنطقة اللي كتعيش فيها هديك السلالة لان السلالة ديال ديال ايسبانيا ماشي هي السلالة ديال المغرب. اه تقدر تعيش فبعد البوادي. مثلا بالنسبة للسلالة اللي عندنا هنا احنا احنا بها في ديال الشمال اسبانية. تقدر تعيش في المنطقة ديال القناطرة. ما ما من الحدود ديال القناطرة. وطلع حتى الشمال. حتى الطانجة. حتى مولي بوسلهام. حتى البن سليمان وعدنا احنا. يعيش هناك. suprem mbahea. وحتي في المنطقة ديال البروكولي تقدر تعيش؟ لان كنشوف هنا في المنطقة ديال البروكولي بزاف...،خبعد الدواويرij. ما بين بورشيد و و الطاربيضة. كان الفلاحة بزاف حتى الاستعثة. ما بين بورشيد و الطاربيضة كان البروكولي بزاف فيلمكان caresبطنا كل عام تلقى الحقول ديال البروكولي بزاف فيها ديال مناطق ديال الضاربيدا ما بين مني كتفوث لمنطقة ديال الضاربيدا والتمواء ديال البرشيد كينين بعد الفينكات ديال البروكولي وكتكون شوية ديال الرضا وبثم مايا تبارك الله عليكم بالنسبة للأصل الأصل ديال السلالة ديال الميرينو اللي هو في المغرب لأن احنا عارفين أرخص خروف كين في إسبانيا هو الميرينو أرخص سلالة كتنتج الصبليون هي الميرينو اشنا هو الميرينو الميرينو خروف الأم دياله صبليونية والأب دياله فرنساوي عباش تاخدوا واحد المعلومة وتدخلوها للرأس ديالكم الميرينو مشترك فيه ما بين إسبانيا وما بين فرنسا وما بين تشورة وما بين واحد الدولة أخرى بالصح الأب ديال الخروف اللي هو كيفط للفلاد كامل الأب دياله ذكر فرنساوي والأنت إسبانية ومن ثم من تجو هذك الميرينو الناس اللي هما عندهم تجريبة وعارفين فهذا القضية دياله كيتبعوا مسائل ديال المواشي بزافه كيستفسروا بزافه كيبغوا يعرفوا كيبغوا يعرفوا السلالة من رقم واحد حتى الرقم عشرة بالنسبة للأصل الغلم ديال إسبانيا الأصل ديالها هي اللي كينا في كاستيال ليون كيقولوا لها كاستيانا ولا كاستيالة منشا ولا كوينكا ولا المنطقة ديال الشمال ديالنا برا حتى هي عندها واحد السلالة اللي هي خاصة والمنطقة ديال أراغون حتى هي عندها منطقة ديالها خاصة بالصح حتى هي كيقدروا يهجنوها مع هاداك الفحل الفرانساوي وكتجيب الميرينو والمنطقة حتى هي كتقدر تجيب الميرينو بالصح الميرينو الكامل اللي هو هابط البلاد كله الأصل دياله مو إسبانيا وبه فرانساوي معلومة موفيدة بالنسبة للناس اللي هما كيتواصلوا معي بزاف عبر التواصل الاجتماعي عبر اليوتيوب عبر الصفحة ديال الفايسبوك كيكتبوا ليه باش نقدر نشترح ليهم على حسب هاداك الخروف اللي كيه في طلب البلاد الحمد ديالهم زيان لأن الأكل الأكل هوايا كيدوز الحليب الاصطناعي من الأول مش بحل الغلم اللي هي كتكون مختصة في اللحوم لأن المانتشيقة انتم عارفين نعجهنا المانتشيقة كل هذي الحليب من خلال الولادة ديالها اللي كتولد الولد كيتهز عليها الولد كيمشي اللي ماكينة كيرضع للباه هذيك اليومين ولا تلت أيام وكيدوز الحليب ديال الشكارة الحليب الاصطناعي من البعد كيدوز العلف حتى كيكبر هذيك الساعة صافية وكيخرج للسوق بالنسبة للغنم ديال الانتاج ديال اللحوم كيكون الخروف ديالها كيبقى معها حتى كيكبر وكينتج عاد كيتباع كيكون الخروف غالي شوية على حسب الخروف اللي هو كيدوز الحليب الاصطناعي ديما الخروف ديال الحليب الاصطناعي كيكون أرخص من الخروف اللي هو ديال الانتاج العادي لأن الغلم اللي كتنتج الخروف ديالها عادي كيكون غلاء من الخروف اللي هو كيكون الانتاج الاصطناعي. طبعوا الدخلوا هاد المعلومة الرأسكم ان شاء الله بيحولي. لو بالنسبة الاسعار الاسعار اللي هي كتدور في المغرب لاني كنتفرج فيديوهات بزاف. وكذلك ومثال كيواصلوني الفيديوهات من بعض المزارع اللي هما ثمي فيهم هاد الميرين وهذا اللي كنتم في البلاد كيتباع بالنسبة المواطنين المغاربة. اه الاسعار دياله هنا هي كتوصل ما بين الف وتلتمية الف وربعمئة درهم. كين need the impact of حكومة ديال الدولة خمسمية درهم كيبقى لخرف بسبعم مية الدرهم. الى كان فايت الف وخمسمية درهم راه غالي بالنسبة للمواطنين. وراه التشجار اللي Throughout the Bay亞 ما كيبيعوا الخرفان. المواطنين راه مغلين عليهم بزاف. لان الف وثلتمية درهم ديروا احنا الخروف قاع هنا يطلع بالف وخمسمية درهم عاطيات الدولةة خمسمية درهم كيوصلت مياه لمغرب بالف درهم. ولا الف ومية وخمسين ولا الف ومئتين درهم. وكيتباع الخروف راني كنشوفه انايا. اصغر خروف كيتباع بالف وسبعمية الف وتمانمية درهم. اكبر خروف كيتباع بتلتة الاف درهم الفين وسبعمية درهم الفين وتمانمية حتى لالفين وتسعمية درهم. بالنسبة للاسعار غالية بزاف. والناس اللي هما كيبقاوا عندهم المصاريع بزاف وكيقول لك هاد الخروف هادة دي الدرويش. الخروف دي الدرويش خاصه ما يتعداش الف وخمسمية درهم. الف وتلتمية درهم. هده هو الخروف ديال الدرويش. احنا ما كان هدروش على الطباقة العليا. كان هدرو على الطباقة الوسطع والطباقة التحتانية. اللي من رقم صفر. التمن ديله الف وخمسمية درهم. بالنسبة الاسعار ديال الدرويش هدك الخروف. لان احنا هناك نبيع الخروف بالفين وخمسمية درهم. الخروف اللي كتشوفه. كيت بيع هناك في اسبانيا الفين وخمسمية حتل ثلاثة الاف درهم بالصح خروف اغليذ وكبير. في الربعين الخمسة واربعين كيلو. ولكن باش نجيو حنايا نقارن اسبانيا مع المغريب ولا نقارن واوروبا مع المغريب. ما غاديش نتقدر نقارن واحد كي ياخذ هنايا تلتاعسر الاف درهم ولا ربعتعتاسر الاف درهم ولا خمسة اصر الاف درهم بحال واحد كي ياخذ امية درهم في النهار ولا امية وعشرين درهم ولا تسعين درام في النهار ويقدر يخرج للموقف يجيب هذك المئة درام ولا ما يجيبهاش يقدر يخرج للموقف هذ النهار ما يجيب وار يقدر يخرج النهار التاني ما يجيب تحاجة المواطن العادي تم ماياه في البلاد يقدر يصور الف وثلتمية درام في الشهر الف درام الف ومئة درام الى 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 كانت الخدمة عنده الناس وهذه والخدمة شوية يقدر يجيب مسكين هذك الالفين درام ولا الف وسبعمية درام الخروف دياله خاصه ما يتجاوز 1500 1400 درهم. حتى الناس الكسابة اللي هما كيهبطوا هاد الخروف من هنا من اوروبا. حتى هما خاصهم يفكروا للناس اللي راه هم عايشين تماية. وحنا عارفين الناس اللي يحصل العون كي اللي ما عندوش باش يبدل حتى البوطة. واحد كي يدي لي خروف هنا من اوروبا واصل ب 1200 درهم وطالب فيه 2500 درهم ولا 1900 درهم ولا 1800 درهم. غالي بالنسبة للمواطن اللي عادي. اللي عارفين موالين الفلوس كي يشتريه بتمنمية الف فرانك بتسعمية الف فرانك. كيقدر يشتري حتى الف اورو. بساح الناس العاديين راه لا تجاوز الخروف. الف وخمسمية درهم راه اغالي عليهم بزاف ورا كي اللي كي يتسلف باش كي يشتري العيد. تحية لكم الاخوان. وهذا الميساج هذا بغيت نوسطوا الناس اللي هما كي يسولوني بزاف بالنسبة المتابعين ديوننا الاوفياء. حياكم الله هنا ما كنتم. وتبارك الله عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.